أن الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي أن لا تتحول المؤسسة العسكري إلى شريك سياسي في نوع الحدق هذا الوضع الطبيعي والوضع الطبيعي كذلك في كل تجربة السودان أنه والله المؤسسة العسكرية أول ما تستلم البلاد تحدد الفترة التي يتم فيها يتم فيها الانتخابات والوضع الطبيعي كذلك أي محاولات للتصفيات التي يمكن أيضا أن تتم لابد أن تتم من خلال أيضا عمليات تشريع يعني لابد أن يكون لك وضع تشريعي يتيح للناس حتى فكرة النظام السابق من النظام السابق حتى هؤلاء لا يتم عملية التجريد وعملية أيضا من خلال محاكمة فكرة يعني أنت لا تستطيع أن تقول والله الفكرة الفلانية سأدين لا أنت تحاول أن تقول والله أنا أدين أشخاص بعينهم هذا الوضع القانوني فكان يفترض أيضا أنه والله حتى النظام السابق ومحاربته تتم في كل التجارب الثورية فيما يعرف بقانون العزل السياسي هذا القانون قانون العزل السياسي يحدد أشخاص بعينهم إما أنهم خاضعين لمحاكمة أو خاضين لمتابعة وخاضين لملاحقة هؤلاء الذين شمعوا لهم العزل السياسي يكونوا معزولين عن العملية السياسية ولكن باقي الشعب السوداني أو باقي المؤسسة حتى الحزبية التي كانت في التجربة السابقة حاكمة لا يمكن أن تجرمها وتجرم ملايين معها فبالتالي هذه كانت إشكالية كبيرة جدا وقعت فيها المؤسسة العسكرية ثم أيضا وهي تدرك تماما أنها والله الدخول كشريك في المرحلة الانتقالية سيجعلها خصم وسيجعلها أيضا في محل إشكال ويبدو هذه الحالة الآن نحن نشاهدها الآن عندما يحصل انقسام على المؤسسة العسكرية وعندما ينقسم المجتمع ما بينما يرى أن المؤسسة العسكرية والله مؤسسة تمثل الشعب السوداني وبين من يرى أنه والله لا تمثل السبب في ذلك أنك أنت جعلت المؤسسة العسكرية في خصوم على الأقل مع بعض الأجنحة أو بعض التيارات السياسية في المجتمع فأنا في تقدير الموقف الصحيح أن لا تتحول المؤسسة العسكرية إلى شريك في المرحلة هذه أو إلى أن تكون هي رافعة أيضا لأي كتلة سياسية في هذه المرحلة طيب ما المطلوب؟ المطلوب أنه والله هي فقط حاليا أن تحسم أو أن تصل إلى صيقة نهائية فيما يتعلق بملف الحرب وانتهاء هذا الملف ثم بعد أن يتحول هذه الدولة على الأقل إلى أنها دولة صالحة لأن تكون فيها حالة سياسية تم التشاور في إطار ما تسميه بمائدة مستديرة أو مؤتمر على كل من المؤتمرات تجمع القوة السياسية مختلفة في اتجاهاتها لتضع معالم ألف باء لما يعرف بالرؤية أو الأفق السياسي للمرحلة الانتقالية وتتفق القوة السياسية كلها على المرحلة هذه ويبقى أن تدورك بعد كده نفذ هذه الأجندة وتعال بحكومة التكنقراط في حدوث سنتين ثلاثة على كل تقودها أيضا بمهام يعني الحكومة نفسها مهامها تكون واضحة وربما هذه المرحلة أوضح بكثير من المرحلة السابقة قال أنت الآن خارج من حرب ومعروف ما بعد الحرب أنت محتاج إلى التأسيس ومحتاج إلى يعادة البنية ومحتاج إلى أشياء كثيرة جدا فبالتالي الصورة الآن قد تكون أكثر وضوحا مما سبق ولكن كما تفضلت لو تعلمت المؤسسة العسكرية في تقديره ألا تكرر تجربتها السابقة في أنه والله تتحالف الآن أيضا مع فصيل سياسي معين وتحوله أيضا هي إلى أن تركب على السرج هي نفسها لتحقق أيضا لأن أي محاولة للملف السياسي سيجعلك في دائرة اتهام بأنك تتطلع إلى السلطة وتتطلع إلى الحكم فأنا في تقدير المؤسسة العسكري ليست بحاجة الآن إلى هذا النوع من الاتهام وليست بحاجة إلى هذا النوع من التصنيف والأولى لها تماما أنه والله تقوم بمهام المهام القومية الكبرى المتعلقة بالحرب الآن وملفات السلام ثم بعد ذلك تترك القوى السياسية وضع المعالم الرئيسية للانتخابات نعم